نو مش مقبول لا لا ما بسير يعني لحظة حطوا للكتاب حطوا هون هلأ هيدا كتاب قتلك باديا أربعة كيلو معقول يعني درنشر محترم انتو كيف تغلطوا هيك غلطة خيه باعتتلك خمسمائة جيجا صور تختصر لي ايابا هيك كتاب تطلع فيه خفيف خفيف كيف يعني خمس سنين اعلام بينحطوا هلأ شي بكتاب اكبر من هيك صحيح ان اللغة الرسمية بلبنان هي اللغة العربية ضع صحيح ظابط بيينلك السماكة صحيح ان اللغة الرسمية بلبنان هي اللغة العربية بس الشعب اللبناني بيتفرد بتعبير مجازية بشك انه حدا يتوقعه يعني مثلا اذا اللبناني قالك ما تخليني احكي يعني جهز حالك لثلاث ساعات حكي متواصل وبالاخر على الاغلب رح يقول خليني ساكت احسن الجملة الابرس بها المرحلة هي عاب الواحد يحكي عن حاله وهي الجملة يلي الوزير السابق معه لرئيس الوزراء الحالي بيأمن فيها بقوة لبل اخده حكمه بكل حياته خاصة لما قاله في كتاب انجازاته الكتاب يلي بيأكد ان حسان تياب هو الرجل المناسب لهالمرحلة الاولوية بها المرحلة يلاقي حلول للانهيار الاقتصادية اللي عم منعيشه لهيك لازمنا رئيس حكومة اوي الصورتي مع العهد الاوي رئيس بيعرف كيف يدور الزوايا صحيح حسان تياب هو الرجل المناسب ليش حسان؟ بان حسان ما بيكذب لما كان حسان تياب وزير كان الانستغرام بعضه شي طالع قاعد حسان وصفن حسان عرف ان الوزير يلي رح يجي بعده رح يستفيد اكتر من تطبيق الانستغرام وينزل صور ويتل الدنيا ومن بعد الصفن لأحس عن الحل قرر يستبق المرحلة ويوثق كل خطواته على طريقته وهيك كانت فكرة كتابه اكتر من الف صفحة بيحكوا عنه بس انتبهوا منيح هو ما حكي عن حاله يعني انا بطبيعتي ما بحب الكلام بفضل العمل انه الكتاب التوثقي لولاية الوزير لبروفيسور حسان دياب في وزارة التربية والتعليم العالي انه كتاب الموسم الذي اصدره الوزير من ميزانية وزارة التربية وانهك موظفيها بتطقيقه لغويا الكتاب تقريبا بيكلف شي 13500 دولار ل14000 دولار يعني انا بطبيعتي ما بحب الكلام بفضل العمل نبرمو لورا بركب يبين من ورا شو مكتوب هيك زابط شوفوا على الكاميرا بس بدي تبين السماكة هيك هيك طبعا جديد مين حسان دياب سيكون لنا بماشي كاتب يعمل رئيس حكومة هذا اللي بيصار اوف 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 صلي عن نبي يا شيخ يعني احنا بلد طائفي لسنا بلدا ميسان يعني بلد غير طائفية احنا ما حنكون دائما الحلقة الابعط ولا حنكون دائما مطفى العطا واخر الشي معنا الشي واسمحوننا وطولوا بالكم يا خلي معنا محكي شي انت لا تمثل السنة في لبنان يا بصور حسان دياب استقل حتى تحفظ تلامت السنة في لبنان ديغري نبستو لزلم من الطائفي بس عشان السياسة ما بصير هالحكي يعني رجال الدين المفروض يهدوا النفوس ويقولوا ان احنا مش طائفيين وكلنا اخوي وبتجمعنا الانسانية انه هيك ما عودين عرجال الدين معل يسمح لي قال لك كلامتان مش صحيح انه السنة مكسر عصا ولا صحيح انه الطائف السنية هي الحلقة الاضعف واذا بدك نرجع شوي لورا فيه خبرك بيني وبينك باي عهد بلشت المناطق السنية تخسر املاكها وثرواتها ويزيد الفقر فيها وفيه كمان خبرك مين يلي كفى المسيرة وجرى بيضحك على العالم بكم لقمة لياكل كل الجتو او قلت خليلي ساكت احسن بس معلي سؤال كيف عرفت انه الشيخ ساعد بمسر الطائفي كلها؟ لحيصير ساعد الحريري نبي عنده الصوار ما شاء الله ما شاء الله استاذ ما تشد هالقب الشيخ ساعد احواله مش منيحة هالقيم يعني ما في دودو الا اذا بدلعوك كاندس طب مين حسان الدياب؟ لايك لحظة لحظة انا عم فكر تبين السماكة على الكتاب لحظة لايك بحط الماك فوقه ولا بخليه تحت فوقه؟ طب مين حسان الدياب؟ عن جد يا جماعة مين حسان الدياب؟ غير انه من اول ما تسمى نقال انه مش راضي عنه الطائفة السنية الكريمة كمان نقال انه جرب يعمل الواسطة لابنه لا يتوظف في الايوبي يعني اذا شيه كان عم بيجرب يشجع ابنه على الشغل أحسن ما يطلع عاطل عن العمل ويصير زعورة لأنه مثل ما بيقول المثل صاب العاطل بيجيب لابيه المسبه يعني اذا بدنا نختصر الموضوع حسان الدياب كان عم يمنع على نفسه المسبه اهه LEidelтор aal تمام بي variety lo we come in نلوقع الطرف الخير إنسان بيهتم العائلته وما بيحب الكسل وما بيحب المسبه هل هايدي مواصفات بتكفي ليسلم رئاسة مجلس الوزراء؟ يعني وبلا زغرة من حدا زلمي مش ابن عائلة سياسية ولا مليونير ولأنه هالتكنقراط يا اللي الناس بتشهد له تكنقراط تكنقراط 11 مليار طب كيف اختاروه؟ أو ليش اختاروه؟ طب شو مواصفاته؟ يمكن لأنه ما عنده ولا واحد من هيدول عفوان إيه إنه هايدي ميزي كمان وإنت شو بفهمك بالسياسة؟ ليه ما تكون طب نووي؟ روحي يا عمي روحي روحي؟ مبدئيا أنا بقعد هون وكرستي هون إيه لو دامت لي غيرك ما قالت إلي إيه طب يلا توكلي على الله بدي كف الحلقة شو بديك تكف تقولي؟ ما أنت ما بتعرفي شي عنه؟ لك ما قانعتني قصة الفنجانة على الكتاب فضل إني خلي هيك والصورة تكون مبينة للعالم أكتر هيك لورا فعليا يمكن ما عندي كتير معلومات عن حسان الدياب بس المكتوب بينقرأ من عنوانه كيف إذا كان المكتوب حجمه أكتر من ألف صفحة؟ قصص بتوسق إنجازات على شكل بالظاهر الصورة ما فيها إنجاز بس لحظة الواضح من الصورة إنه ما فيها كتير عالم أساساً فإذاً الوزير بوقتك نواصل بكير وناطر لتبلش المناسبة ساعتها عن جد بيكون إنجاز عشان مش معوادين إنه وزراء يوصلوا قبل الموعد وينطروا بالعادي الوزراء بينطروا هلأ هون بدي يسمح لنا فيها معالي دخلك هيك صور ما بيذكرك بالسياسيين اللي إقدام إنه شو عم بتفرجينا إنه هو يلي ما بيضيع وقت شو بيثبت لي إنه عم يحكي شغال؟ بركة عم يحكي الحجة طيب لا نفرض عم تحكي شغال شو هالقصة يعني؟ والله عجيبة هاي دي عنا بلبنان بتحس اللي عم يعمل شغله أو باجبه الطبيعي كأنه أنجز إنه إحنا لازم ننفوحة والله عم يشتغيل؟ وزير عم يشتغيل؟ مستحيل ما بصدق إلا شوف بعيوني بديك تشوف بعيونيك؟ تفضلي كله موسق ومصور دخليك حاطت الوزير كل إنجازاته أو مختصر شوية ليساعه بالألف صفحة أقام طلاب سنة الأموان اعتصاماً رمزياً احتجاجاً على زيادة رسم التسجيل ثلاثة أضعاف هاي دي كنتم تبلكتاب ما عليك؟ بعدين لحظة مش حضرتك بتقول إنه الحل البطالي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إنه مش شوي مش ضابطة يعني إذا الحل يكمن في التعليم فإنهنا شو مفروض نعمل؟ منغلي التعليم يعني منغلي الحل بس إذا غلينا التعليم كيف بدأ نحل أزمة البطالة؟ ما هو الحل يكمن في التعليم عكل حال شو بفهمنا نحنا بالحلول الجيوستراتيجية تبع التعليم؟ المهم البحر بيكذب الغطاف عزيزي المشاهد واستاذ حسان إذا عم بتشاهد رح جرب أنصحك بكم كتاب بس مش بذات الضخامة مثلا معنى النسبية لأينشتاين لتفهم نسبية التعاطي السياسي بلبنان كيف ممكن نهاجم رئيس الجامعة الأمريكية ببيروت؟ بس ننتخب نائبه فيك تقرأ كمان أبريف هستوري أوف تايم لستيفن هوكينج لتعرف شوية عن نظرية الوقت وعلاقة السرعة بتشكيل الحكومة بإنقاذ الوضع الاقتصادي عندك كتاب أفلطان الجمهورية بركب تستفيد ومنستفيد لنبدي جمهورية أو مثلا جرس بوك يلي بيجمع أهم إنجازات السنة بماكسيموم 300 صفحات عزيزي المشاهد ببساطة كل إنجاز له حجمه وكل حدا بيشوف الإنجازات بطريقته كيف بيشوف الشارع اللبناني أهم إنجازات هالسنة مازل نزل على الشارع يسأل العالم 2019 سنة إنجازات بإمتياز مثلا أنا من أهم إنجازاتي إنه مغرقت بالفيضانات اللي صارت وما تأثرت بأزمة البنك لأنه ما معي مصاري في أحلى من هاك إنجازات خلينا نشوف الناس شو كانت إنجازاتها يا قرب شوي منيح هيك؟ تاست تاست الصوت منيح؟ تاست يلا مرحبا عام موزو عام البشرية بشكل عام شو حقايت إنجاز بال2019؟ شكل عام ما في شيء اسمه بشرية أبي هولو في حلول لمرضى السرطة إنجازات الحروب عادي إنجازات الحروب حروب إنجازات ولا إنجاز فيه تعرفي شيء لبناني حقق إنجازات بال2019؟ بصراحة لا ما بتسمع الله خبيته وسرقة لبناني لا واحد راع على المطسيق حادث واحد ولعت فيه السيارة واحد كذا يعني هيك بتسمع باللبنان لبناني ما نحوص من مكان وما بدي حقق إنجازاتي؟ يعني هي غير عن كل سنين العالم قالت كلمتها ما في إنجازات أنت عصاعد الشخصة شو عندك إنجازات بال2019؟ أخدت شعاد الدكتورة قاعد بالله شغل لا أفتش على شغل هيدا أحلى إنجاز اتجوزت السنة عمت لك إنت أنا أشوف السنة الجديدة عم شو بتتمنى أنت يصير إنجازات؟ ها؟ ما في تمنى هون بلبنان بتمنى يرجع الوضع متل ما كان وأحسن وبتمنى إنه نرجع نقدر نعيش ويحسوا شوي بكرامة الإنسان هون بدك زلزال يجي يروح نص البشرية وتلزجع من أول وجديد سنت الجاي نقول عن هالأيام الله لا يعيدها تكون سرنا بوضع أحسن إن شاء الله يا رب يعني بيقول مثل إنجاز بالإيد ولا عشرة على الشجرة المصيبة إنه طلعنا لا من إيدنا ولا من أجرنا والشجرة عالية ما بتطالة الإيد من شهرين لهلأ العالم بالشارع اللي يتعبر عن رأيها والطالب بحوة هالتحرك المحق ما قدر حدا يستغله ولا يركب مع وجته وينكم اليمين يا ولئة بيروت وينكم طائفة بخطر نحنا لأول مرة إبن بيقول بيحكي بالطائفين نحنا رجع لك سعدي فيه إلا هيبي وينبون سعبا بس يا جماعة فهمتوني غلط نحنا عم نحكي عن التعبير عن رأينا بوجه السلطة كلهم يعني كلهم يسقط حكم الأزعار يعني ما لش يسألكون السؤال ولو في غلازة انتوا عم بتطالب وإنه سعد الحريري يشكل حكومة وسعد الحريري كيف بدي لكم إياها يعني كيف بدي لكم إياها يعني من الآخر هو ما بده بارتياح أنه يواجه الرئيس سعد الحريري الواقع السياسي الذي فرضه سحب ترشوحه للتكليف وواقع حال المقربين إليه صحتين على قلبهم هم وإنشال عن ظهرنا ولو شو بالقوة ما هو ما بده بتقولوله رجع انت عالسلطة طب خدوا رأيه بلك هو ما بده بالستوديو عملو لك راجع بده نيك ترجع أنا بدي لبنان يرجع هو شيء أبا بده لبنان يرجع من وين بده يرجع؟ بده يرجع من الانهيار بده يرجع لحاله من الانهيار على أولة المثل اللي شبكنا يخلصنا يعني السلطة اللي أخدت لبنان ترجعوا بسيطة وإنت جزء من هالسلطة مش عم بتبلعليك يعني نحن بن حtroه في شاغلي واحدة إنه نحنا كسلطة بيكتير من محلات بشلنا نبع نوش شو عمنا ألا قدمنا بسهربة مع أي اتصالات ما عملنا شيء بالزبط ما عملته شيء يعني طبيعي يكون مطلب العالم شيء اللي فشلت السلطة انه تقدمه بس انه ننزل على الشارع نطالب بانه سعد الحريري يرجع على الحكومة ليش ليش ليه تنصبوا الى كتابيها خلال الحلقة بعم يطلق القلوب انا بتطلق عفيف يرجع سعد الحريري حسن ديب ما يمسلنا اللي يمسلنا هو سعد الحريري باس نحن مع سعد الحريري ونحن منقول لأشياء سعد الله ينصرق كلهم يعني كلهم مش كلهم يعني باس الطائفة السينية ولا كلهم بس شيء سعد انا عم بشعر بخذلين ليش خافت روح الثورة لما نسخط الرئيس الحريري انت يا من سميت البارحة وكلفت رئيسا للحكومة انت لا تمثل طائفتك وانت لو كنت فعلا من هذه الطائفة لا تبقى مكلفا برئاسة الحكومة السرعة يعني غير انه استعملت دار الفتوى للمرة التانية يخليني لكم مشكلتي معكم من ناحية المضمون ومن ناحية الشكل من ناحية المضمون لنفرض انه يعطينا الحريري مهلة ستة شهر منكونصر ما يعطينه اذا قلنا من التانية وتسعين لليوم بيكونصر اخد سبعة وعشرين سنة وستة شهر صح وإذا بدنا نحسب تسعد الحريري لحاله بيكونصر اخد تعريبا خمسة عشر سنة وستة شهر ها فلاش واي وركوا علاعتم علاعتم بيقول اللغات وطحت هاك بكل اللغات طيب من ناحية الشكل بدنا نكون دي سكري شوي يعني ما نكون اول ناس بتجربوا تركبوا موجة الشارع بس ازم تلعبوا واقع سمن هاك يعني خلوني اعطيكم اتيكات ركوب الثورة عليك انت تظاهر بدون ما تجيب سيرة سعد الحريري وبنفس الوقت تحكي على الكل الا واحد تعلموا من حليفكن اه صح مع حليفكن يعني بعد ما كان سعد الحريري نيم ومتطمن ان القوات داعمينه وبظهره بسحة الفجر وبلاقيهم بطلوا داعمينه طبعا 1 هوان عم هد نفس فكتير من علامات التتفاهام والاتهامات الموجودة تجاه بعض الاشخاص اللي اجوا على الحكم من خلال هالمشار هادي ايه باااااااا مشكلتن الاساسية مع حلفائهم بالقوات اللبنانية يلي موقفون الحقيقي هو يلي خلى الرئيس صعد الحريري انه يعتذر عن قبول التكليف بالوقت اللي كان قبلان خلينا نشوف الوضع باختصار بين القوات وضيار المستقبل واشرح الكونية بأقل من دقيقة القوات اللبنانية بعدها لليوم مش ناسية تسوية اللي اجا على اساسها عون رئيس للجمهورية والحريري رئيس حكومة القوات حست انه يوما انطعنت بضهرة بالاتفاق بين الحريري وباسيد حفظون اياها وعند اول فرصة لما نزلت العالم ضد السلطة القوات قرر التركب على موجة الثورة استقالوا وزراء القوات من حكومة الحريري وكان اول بداية المشكل بين الاثنان ولما استقال الحريري بلشوا يفاوضوا بالشارع ولما ما وصلوا لنتيجة قرروا ما يرصحوا الحريري وهيك بيكون خسر الحريري اصوات التياران الاكبر مسيحيا فقرر انه ما يترشح وهذا ياللي صار قالوا يا ماء يا ماء تحت الزواهب زواهب زواهب يا اي 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 ويا ما خلط المراعي في تيار tunee و 有 tbk يو و لا مش انت يعني هلق بما انه خلصة الهم روز جه九رة بت Changi لماذا حسان الدياب الا ت كليик زر ي؟ ما هي هبلة انت؟ انا صورة على الكتاب يهي سيلو لالكتاب أمر سيلو لك دخل لك وين حضره لأومنا صور انجازاتي بيه اخر الحلقة لنا نحكي عقل له لحظة وأنسجل لثورة 17-19 إنه قدرت خلينا نجيب اسم لرئاسة الوزراء غير يلي كانوا عادة دايماً مطروحين وإنه السلطة لأول مرة بتعمل حساب إنه في شارع نطرة ورافض الفساد النقطة التانية يلي مفروض تنحسب للناس إنه قدر ضغط الشارع يغير رئيس الحكومة يعني ممكن نقدر نغير كل الرؤسة أصدي إنه يلي بيغير رئيس حكومة ممكن يغير رئيس جمهورية ليش أنتوا شوفهم توا؟ مخريش إذا بيبين بالغلط إنه قصدي رئيس مجلس النواب شيلا أنت بالأدي تينك والأهم ما عليش تسمع من الرئيس المكلف شو رح يكون شكل الحكومة ومين رح يكونوا الوزراء بس ما عليش يعني حدا عامل إنجاز هالقد بوزارة التربية أكيد بيقدر يعمل شي برئاسة الحكومة بدل ما تجرب أحزاب السلطة تجر الثورة على مشكلة محاصصة ما عليش نكون ويعيين للحظة ونرجع لنفس الضغط يلي خليها لهيد السلطة محتارة مين تنقل رئاسة الحكومة هيك بيكون في أعمل ترجمة نانسي قنقر هذه كانت حلقتنا بشوفكم أسبوع الجاية بحلقة جديدة ينعاد عليكم جماعة ترجمة نانسي قنقر